هذه هي غات المنكوبة تجرف معظم أحيائها سيول ناتجة عن الأمطار الغزيرة فمنذ أيام وسكان المدينة الجنوبية يعانون أسوأ ظروف حياتهم مع عجز تام منهم في تلافي هذه الأزمة التي أخذت الأرواح وهدمت البيوت وحالت الأودية بين المنطقة ومن نزح من أهلها ومن حاول تقديم المساعدة وقوع المنطقة في مكان منخفض بين سلسلة جبال أكاكوس وتسيلي كان السبب الذي أدى إلى الفيضانات التي أغرقت المدينة بحسب ما صرح به المكتب الإعلامي التابع للمجلس البلدي غات نكبة غات جعلت من مركز سبه الطبي يرفع حالة الطوارئ ويطالب العاملين بضرورة الحضور إليه وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للناجين من هذه الكارثة فرق إنسانية وإغاثية وطبية عديدة ساهمت في إنقاذ العالقين وعلى مدار هذه الأيام يعمل الهلال الأحمر بجولات داخل الأحياء التي غمرتها المياه للبحث عن العالقين إضافة إلى عملية إيصال لخمسة أطنان من المواد الإغاثية قامت بنقلها الخطوط الإفريقية بالتعاون مع الهلال الأحمر ومنظمة اليونساف ولا تزال عمليات الإغاثة والإنقاذ متواصلة من قبل عدد من الجهات لهذه المدينة التي دخلت في ملف الإهمال الحكومي الذي سيضيفها إلى مدن أخرى لم تنتهي معاناتها منذ زمن ترجمة نانسي قنقر